يا اهلا بالحلوين وحشتوني قوي قوي عاملين ايه يا رب كلكم تكونوا كويسين متشكرة جدا جدا على تعليقاتكم الجميلة قوي ربنا يساعدكم ويكبر بخاطركم يا رب اخر فيديو بصراحة انتو زبطوني وزبطتمودي النهاردة حنقضي مع بعض يوم جميل كده وكله نشاط وكله حيوية وطاقة ايجابية شوية حماس منكم كده وحطوا لعك دلوقتي للفيديو ده طيب حنجيب الحماس والطاقة الحيوية دي منين بقى هقولك انا هتقومي كده تفطري فطار كويس وتزبطي نفسك لان دي اول خطوة واكتر خطوة هتسهل عليك انك تتحملي وتقومي باقي اليوم هي انك تخصصي كده حوالي ربع ساعة كده لنفسك الصبح تاكلي او تشربي حاجة بس بتكوني بتحبيها وتاكليها بمزايا نفسيتك مهمة قوي ومحدش هيجي يقولك اتفضلي زبطي موتك وروعي دماغك محدش فضيلك كمان محدش هيدلعك دلعي انت نفسك كمان اهم حاجة تكوني نايمة كويس لانك مش هتعرفي تعملي حاجة اليوم اللي بعده ميكون من غير ما يكون جسمك مرتاح طبيعي بيجي علينا اوقات تعبنين وكسلنين وعايزين ننام لاننا بشر مش آلة شغالة طول اليوم متجيش على نفسك وتقومي الاحساس ده لانك هتتعبي حاسة انك تعبانة خليك في السرير ونامي لغاية ما تحس انك شبيعتي نوم وجسمك مرتاح تقدري في الوقت ده انك تقومي وحتقدري كمان انك في اليوم ده تنجزي مهام كتير تكون عليكي المفروض ان في العادي الواحد بيسحى بدري في يوم من الايام حسيتي انك مثلا عايزة تنامي ونكسلة نامي عادي جدا وقومي براحتك المقصود ايه ان الانسان مش بيكون عنده كل يوم نفس الطاقة ونفس القدرة بس المهم اننا نستجيب لجسمنا والطاقتنا وما نحملهاش زيادة عن طاقتها حتى لو وراكي حاجات كتير ما تعمليهاش عادي جدا هتتأجل يوم او هتتأجل يومين مش مشكلة مهم انت نفسك كمان الدنيا مش هتطير انت كل يوم بتشتغلي وبتعملي اللي عليكي كمان ريحي جسمك شوي عشان يقدر ان هو يكمل ويقاوم كان عندي كده بوائي شوية حاجات كنت شريها للتلاجة ولتأفضيها كده معاكم في علب وفي منظمات المنظمات يا بنات بتريح قوي قوي كده وبتخلي نفسية مرتاحة بحيث انك مش كل شوية تلاقي علب محطوطة علب ورق علب كرتون يعني اكياس حطي كله كده في منظمات هتسهل عليكي اوي كتير وهتريح عينيكي كمان جبت مثلا هنا كيس كده من الماكارونا وعندي شوية ماكارونا بقيين قديمة يعني في المنظم ده كانوا مكسرين يعني انا كنت معلمهم ان هم متكسرين يعني الواحدة متقسمة اتنين او تلاتة فاحطهم على جنب كده وحطوا جنبه الجديد بحيث ان انا لما اجي اعمل مكارونا هاخد القديم الاول اللي هو طبعا مش بتلغبط مع الجديد هيكون متعلم بايه انه هو يكون فيه كسر فهستخدمه الاول وبعد كده هستخدم الجديد ده في اكلا تانية كمان اكتر خطوة هتسهل عليك العناية بالهدوم انك تشغلي الغسالة اول حاجة في يومك ممكن كمان انك تحطي فيها الهدوم من بالليل طالما الهدوم دي بتبقى نشفة كويس كويس خالص مش هتقلقي ابدا من اي ريحة مش كويسة تحصل في الهدوم كمان لما تشغلي الغسالة الصبح وتنشري فاول اليوم كده والشمس تيجي عليها والهوى وتتهوى هتلاقيها كده على بعد العصر كده او على المغرب والجوة حر دلوقتي خلاص يعني احنا دخلنا في الصيف فهتلمي الغسيل ده قبل الليل كمان يبقى كده برضو انك استيحاجة في يومك ومن المهام اللي عليك على طول اقول لكم ان غسلت الاطباق مهمة قوي هي فعلا مهمة جدا وبتساعدك وكل حاجة بس بقى اللي هو لم المواعين منها بعد ما خلاص يتخلص غسيل انا بفتحها بالليل قبل ما نام يعني بكون شطبت المطبخ خالص وحطيت كل المواعين اللي انا عايزة اخسلها غير طبعا المواعين اللي ما تتحطش فيها اللي انا بخسلها على ايدي في الحوض بحطها بقى بالليل وافتحها كده اوارب الباب علشان تتهوى وكل الميا اللي فيها تتصفى لو فيها اي بخار ولا حاجة برضو يعني يخرج على برة الا لم الحاجة بقى النديفة الصبح دي موال تاني خالص وتعب تاني خالص بس كل هون يعني بما ان في حاجة بتساعدك مفيش حد بيساعدني مثلا هنا في البيت انا بساعد نفسي بالغسلة دي برضو علشان يعني خلاص بقى يعني فيه التعب بييجي من اي حاجة زيادة بعملها ففي الحمد لله حاجة بتساعدني وربنا يبرك فيها ويقدر يا رب كل واحدة فيكو انها تجيبها للحابة يعني والحابة حاجة تساعدها ببقى انها مش بتقدر لوحدها انها تعمل كل حاجة حبيت بقى ان انا اعمل في اليوم ده وانا بخرب كده الحاجة من الغسالة ان انا اعمل مهمة كده في خمس دقايق او عشر دقايق اخلصها بالمرة لقيت المنظم بتاع المعالق ده فرصة فاضي لسه محطتش فيه الحاجة الجديدة بعد ما اتغسلت يعني النديفة قصدي فقلت خلاص اطلع كده الدرج واشطبه وامسحه وازبطه وكمان المنظم اخسله وابدأ بقى ان انا ارس المعالق من جديد على النظافة بما انها هي كمان نديفة فانا دلوقتي خلقت النفس برضو مهمة كده في عشر دقايق اعملها بدل محطة على القديم كمان دلوقتي بقى بما ان الدنيا بقى تحر في اي برضو حشرة اي نملة اي حاجة بتدخل في الادراج فاول باول كده الادراج تتمسح وتطلع كل حاجة موجودة فيها وتغسليها او تمسحيها برضو ببخاخة وفوتة كده وخلاص وتحطي على نطيف ممكن تكون حاجة انت مش واخدة بالك منها نزلت في الادراج وانت على الرخمة مثلا بتقطعي عيش بتعملي اي حاجة يعني بتطبخي وحاجة غصبا عنك كده نزلت صغيرة انت مخيتيش بالك منها لا بس النملة ما ياخدش باله ازاي او الحشرات هم دول اللي بياخدوا باله من كل حاجة يدخلوا جارية على طول على اي حتة عشان يبدأ ان هم يخزنوا نفسهم الاكل بتاع الشتاء اشتركوا في الكلام كده يا بنات ونساقوا في الكلام كده يا بنات ونساقوا في الكلام سيت اقول لكم على المية المية مهمة قوي 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 ازاست المية دي شجعتني ان انا عملاها وتبقى جنبي كده في كل حتة ان شاء الله كده كل ربع ساعة اخد لي بقق مية كنت ناسي المية خالص الايام اللي فاتت دي وجنبي وجعني فقالولي انها ممكن تكون الكلة من قلة شرب المية فخلوا بالكم بقى في الجو الحر ده طبعا احنا بنطلع عرق كتير من جسمنا وبيفقد مية كتير فلازم نعوض كل حاجة بقى بالمية دي فما تنسيهاش ابدا خلي ازازة جنبك اشربي منها كل خمس دقايق ولا عشر دقايق كده بقق مية مش لازم ما تستنيش لغاية لما تعتاشي انت لما تستني لغاية ما تعتاشي يبقى كده جسمك دخل في حالة من الجفاف لأ انت كل شوية كده اديله رشفة من المية كده او بقق مية يعني ده حيبقى احسن لك كتير وخليتها معايا كده جنبي في كل حتة بالنسبة بقى للحاجة مكرونة اللي انا بعملها دي كانت عندي في التلاكة جهزة مسلوقة والبشاميل اللي محطوط في الحلة وحبت لحمة كده متعصاجين كانوا في الفريزر طلعتهم كده وفكوا وحطتهم وهو يومه بيخلص يعني الواحد في الحر ده ما هوش عارف يأكل ايه اي حاجة بتقضي الغرض وخلاص والواحد برضو ما بيبقاش جعان قوي في الحر برضو يعني الحر ده بيسد النفس شوية عن الاكل ولا ايه يعني انا كده صح ولا ايه ولا انا الواحدي ولا النظام عماما المكرونة دي مش ليا في البيت لان انا مش باكل مكرونة ولا بشاميل ولا الكلام ده خالص طبعا النظام اللي انا بقولكم عليه اللي انا ماشي عليه اللي هو مريحني قوي في يعني مريح معدتي تمام فهو غلط على المعدة الحاجات البشاميلات والدقيق الابيض والمكارونات والكلام ده كله فارضاءا بس للحاج صاحب البيت انا بعمله المكرونة دي كده عشان هو بيحبها وانا مش باكلها حنا لازم برضو ان يرضي صاحب البيت علشان يرضى هو كمان عنينا لما بنغز البشاميل اللي يا بنات على تحت كده بينزل على تحت الزيادات وبتغطي المكرونة اكتر من جوه وما فيش حاجة من فوق يعني هتطلع على برا البيركس اللي انا حطى فيه ولا حاجة وهتخرج يعني في الفرن وتبوز الفرن كمان احلى حاجة علشان البشاميل اللي ما يمسكش في البيركس كده ويتعب في الغسيل بتاعه ان انا بابل منديل وبمسح باي زيادات كده على الحروف بتاعة البيركس عشان ما تتحرقش في الفرن وحيدايقني انا ويتعبني انا في الغسيل بعد ما خلصت المكرونة حطيتها في الفرن بقى هتاخد وقتها هتاخد حوالي كده نص ساعة وبفتح عليها الشواية مش الشواية لا بفتح عليها المروحة بعد تلت ساعة من دخولها الفرن من ضمن المهام او الخطوات برضو اللي هتريحك ان انتي بعد ما تخلصي اي اكلة تمشي كده بالفوتة بتاعتك والبخاخة اللي حط فيها طبعا زي ما انتم متعودين معايا ولو جداد البخاخة دي يا بنات بحط فيها مية وبحط فيها صابون سائل وبحط فيها خل او بحط فيها دي طول وشوية من الصابون السائل والمية وبمسح بيها كل دوالي بالمطبخ علشان لو في اي حاجة برضو ترتشت مني من اي حاجة بعملها في الاكل تتمسح على طول وما تفضلش كده وتنشف وتتعبني بعد كده في الرسيل يبقى انا خلقت النفس دلوقتي مهمة تانية او خطوة تانية ان انا انا عملها في خمس دقايق وبعد كده اه هرتاح باقي اليوم وطالما في بشاميل اتعمل انتو عارفين المواعين بتاعة البشاميل اللي بتملى الحود ولسه بقى المواعين اللي هتكون بعد الغداء فربنا يا عنا يعني كلنا طبعا اللي لسه مطلعة لحاجة من الغسالة بتاعة الاطباق مهنش علي ان انا احط فيها حتى اه اللي بقى الطبق الصغير ده ولا المواعين قلت يا بيتي يلا خصديهم بسرعة كده على اديكي مش هيخدوا منك وقت كمان علشان مبلاش الحود تاني فعلى طول كده تبقى ايدك في المطبخ في الحود بتاع المواعين اي حاجة تخلصيها اخليها على طول حتى لو ما كانش عندك غسالة اخسليها على طول كده دي هتخفف عليكي قوي الوقفة بتاعة اخر اليوم بتاعة المواعين اللي بتتجمع في الحود طول اليوم وخصوصا كمان لو كان حودك صغير كده زي انا بحس ان الحود عامل زي الطبق الصغير كده ما بيستحملش حاجة تتحط فيه ان شاء الله كده ربنا يكرمني وعرف ان انا اركب حود كبير شوية ياخد اكتر شوية مش هكسل طبعا ده كمان هيشجعني ان انا اخسل مواعين بس يعني المساحة بتاعة الموقع عندي مش مساعدني ابدا ان انا اركب حاجة جديدة ولا اعمل حاجة كبيرة شوية ولا حاجة ابدا حاجة صغيرة كده بجده لا يكون في عون الناس اللي مطبخه صغير ممكن مطبخه ده ما يكونش صغير لناس كتير بس هو الحمد لله يعني نعمة احسن من غيرنا وفعلا انا بعمله معاملة الطبق بالضبط يعني بعد ما خلص الموعين لازم اخسله كويس قوي كده وانشفه وقبل ما ابدأ في الموعين يعني الموعين دي محطوطة على حوض نظيف آآ مخسول كويس قوي وكان متنشف وزي الفل ما فيوش اي حاجة كأنه طبق بالضبط انا ملوكي ده والمكارونة خرجت بالسلامة من الفرن اهي وسايبها لغاية لما تبرد شوية علشان عرف قطعها عشان تطلع الخرطة كده بخرطتها وكمان مش سايحة كده متناسقة وكل جزء زي ما هو كده موجود حيبقى استني عليها لغاية لما تبرد طالما انت قطعتي المكارونة بشامل او حتى كوسة بشامل اي حاجة فيها بشامل قطعيها وهي بردة وهي سخنة هتتلغبط معاك ومش هتبقى القطعة بقطعتها كده ولو سويت اي اكل في الفرن في طاج بايركس حطيه على بلانشة خشب زي ما انا حطاها كده او تحطيها على فوطة تكوني تانيها كزا مرة كده وما تحطيهوش ابدا على سطح بارد زي مثلا حرف الرخامة او على البتجاز يكون سطح يكون سائع ولا حاجة علشان البايركس لقدر الله ما يترعش تعالوا بقى نزبط وننصك الكورنر ده بتنصيق جديد عايز اقول لكم على حاجة كمان يا بنات الحسابات اللي انتو بتتبعوها او القنوات اللي انتو بتتبعوها في السوشيال ميديا والاخبار اللي انتو بتقروها والناس اللي انتو قريبين منهم اي حاجة من دول فيهم هتنعكس عليكم يعني طاقتهم هما هتنعكس عليكم انتو وبالتالي طبعا هتتأثروا منهم غصبا عنك هتتأثري بيهم غصبا عنك ومن اوائل الخطوات اللي احنا لازم نغيرها هو اننا نبدأ ننظف بيئتنا بالتدريج ونتابع ناس احنا حابينهم وحابين طاقتهم علشان كده لازم تتابعوني طبعا وتنصحوا اي حد تعرفوه انه هو كمان يتابعني التنصيق ده بقى كان خلاص بالليل قبل ما نام حاولت ان انا اضبط المكان ده كده عشان بقاله فترة كده مش عاجبني ودايقتي منه انا من النوع اللي بمل بسرعة قوي من اي حاجة اي حاجة يعني بتمشي على وطيرة واحدة لازم اغيرها وابدلها وده طبعا بيجدد من الطاقة بتاعة المكان نفسه اللي انت عايشة فيه اي يعني ورا بعضها كده يعني حاجة تفضل فترة طويلة بتدايق منها فلازم اضبط كل فترة كده حاجة واغير حاجة في البيت بسم الله الرحمن الرحيم اللي حج Safety اللي حجظ اللي حجظ اللي حجم اللي حجم اشتركوا في القناة